للمزيد ينضم إلينا مراسل تليفزيون المصري محمود جميل من مدينة العالمين الجديدة محمود بعد التحية أطلعنا على الأجواء لديك في مدينة العالمين الجديدة نعم ورحب بكم دينا ويوسف وبكل أسدى المشاهدين لازلنا معكم في هذه الأجواء الممتعة والسحرة في مدينة العالمين الجديدة لنقل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الأولى والمهرجان لازال يستقبل كل الزوار وكل الجماهير سواء من مصر أو الدول العربية أو حتى الدول الأجنبية ولعل هذه هي النقطة التي سأبدأ بها الحديث معكم على التوافد الكبير على مدينة العالمين الجديدة يعني منذ أيام كان هناك عدد كبير وبالأمس رأينا التوافد الكبير على مختلف الأماكن الترفيهية والمناطق الترفيهية في مدينة العالمين الجديدة نتحدث أولا عن الشواطئ الممتلئة والتي تستقبل كل المصيفين وكل الزائرين من مختلف الأماكن ومن مختلف الدول فضلا عن الممشى السياحي الذي يستقبل أيضا الزائرين ليلا للتمتع بالأجواء الساحرة الجميلة مع حالة التقصى الجميلة في مدينة العالمين الجديدة خاصة الأيام السابقة وفي نهاية الأسبوع قبل الأخير فيما يتعلق بالفعاليات الرياضية التي كانت موجودة والإقبال الشديد ولكل عشاق السيارات في مصابقة الرالي موترسبورت وأيضا في كل الفعاليات المختلفة التي كانت موجودة على الممشى السياحي هذا التوافد يتزامن مع الأسبوع الأخير من مهرجان العالمين الجديدة هذا الأسبوع سيكون هناك عدد كبير من المفاجآت ومن الحفلات أو الفعاليات سواء كانت الرياضية أو الفنية سيكون هذا الأسبوع بداية من يوم الخميس سيكون هناك بطولة التجديف الخاصة طبعا بالفعاليات الرياضية ثم كرة الطائرة الشاطئية لكن سيكون هناك عدد كبير من الحفلات الفنية خلال هذا الأسبوع ستنطلق هذه الحفلات أو هذه الفعاليات أيضا من يوم الخميس في الرابع والعشرين من أغسطس ستبدأ بمهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية وهذا هو الحدث الأبرز خلال هذا الأسبوع وفي خلال هذا اليوم لكن أيضا في يوم الرابع والعشرين سيكون هناك عدد من الحفلات الفنية تحديدا في هذا اليوم سيكون حفل وصهر غنائية كبيرة تجمع ما بين الفنان محمود الليثي ومحمد عدوية ومسلم وأيضا خلال هذا اليوم أيضا سيكون هناك بعض الفعاليات الخاصة بمسرح الشارع وأيضا الفنون الشعبية والتراثية ثم يوم الجمعة أيضا في الخامس والعشرين من أغسطس سيكون أيضا باند شرموفرز وسيكون أيضا فرقة طبلة الست اللي هتكون على مسرح الشارع بالإضافة إلى الختام بالطبع الذي سيكون يوم السبت القادم بحضور كيروكي فبالتالي هناك تنوى وهناك أسبوع حافل بالفعاليات الفنية الكبيرة ردود فعل كبيرة من الجماهير وأيضا من المنظمين على التنظيم في كل الفعاليات المختلفة أشادوا بالتنظيم وأيضا بجمال وروعة ما تم في مدينة العالمين الجديدة اللي يستمتعون بكل الخدمات الترفيهية الموجودة سواء كانت على الممشى السياحي أو حتى في كل المناطق المختلفة التي تقدم كل الخدمات والفعاليات في المهرجان الأكبر والأطخم في الشرق الأوسط والذي يتميز بتنوع فعالياته سواء كانت الفنية أو حتى الرياضية لتناسب كل الأذواق وليستمتع كل المصيفين في مدينة العالمين الجديدة والساحل الشمالي بمصيف جميل وبصهرات فنية ورياضية جميلة من خلال مهرجان العالمين الجديدة وسنتابع بالتأكيد معكم كل الجديد والمفاجآت الجميلة الموجودة في هذا الأسبوع عودة إليكم مرة أخرى شكرا لك محمود جميل لمراسل التليفزيون المصرية